بين ليلة وضحاها انقلبت الأمور في ليبيا صار المحاصر محاصرا وساعة الصفر بالنصر الواهم صارت ساعة الصفر الهزيمة هذا حكم القوة العسكرية لا حكم المفاوضات التي ما طرحت منية صادقة عندما كان حفتر يحاصر العاصمة طرابلس قوات حكومة الوثاق التي أقرت الأمم المتحدة شرعيتها غيرت خريطة المعارك ومعها خريطة الحل السياسي استعادت كاملة طرابلس وترهونة وبن الوليد ودخلت أجزاء من سيرت وطوقتها من الغرب والجنوب وصارت على مرمى حجر من الهلال النفطي وسط تقهقر واضح لقوات خليفة حفتر شيء ما حدث خارج الساحة الليبية فتباطأ تقدم قوات الوفاق تجاه وسط مدينة سيرت بعد تهيئة كامل الظروف الميدانية لها تفهم تأثيرات الخارج من جدية المجتمع الدولي هذه المرة كما يبدو في فرض مباحثات جدية لإنهاء الصراع بينما لم تلاحظ هذه اللهجة الدولية الشديدة عندما كان حفتر على وشك السيطرة على كامل طرابلس أطراف في حكومة الوفاق ترى أن الاحتكام إلى الحل السياسي وسيلة لإنقاذ حفتر والحفاظ على الشرق تحت سيطرته وإعطائه فرصة لتجميع قواته والتقاط أنفاس الهزيمة وذلك لإطالة أمد الصراع في ليبيا وإبقاء الوضع تحت شعار لا غالب ولا مغلوب على ضوء ذلك يصر قادة العمليات العسكرية في حكومة الوفاق على استعادة سيرت والجفرة وبعدها التفكير في دخول المفاوضات وبرأي مراقبين فإن مكتسبات حكومة الوفاق ستبقى مهددة ما لم تؤمن وسط ليبيا في أقل تقدير الساحل الليبي محط أنظار جميع دول البحر المتوسط لأهميته في صياغة قسمة المياه الإقليمية وتحديد الحلف المهيمن على حقول الغاز في هذا البحر لذلك فإن تحويل ليبيا إلى لون سياسي واحد لا ترسمه إلا حدود الدم والبارود